إذا طلب مننا أن نطرح ومن ثم كتابة الناتج في أبسط صورة على هيئة عدد مختلط إذن لدينا هنا عددين مختلطين وكما نقوم بعملية جمع الأعداد المختلطة تستطيع القيام بها بطريقتين فتستطيع تحويل كل من العددين من أعداد مختلطة ومن ثم نقوم بعملية الطرح أو أننا نطرح جزء الأعداد الصحيحة ومن ثم نجري العملية على جزء الكثور إذن لنستخدم هذه الطريقة ولنقوم بالتذكير أن 5 و5 على 8 هي نفسها 5 زائد 5 على 8 فهتان القيمتان متساويتان إذن نطرح ودعوني أكتب إشارة الطرح باللون الأزرق سنقوم بطرح 2 و1 على 5 لكن 2 و1 على 5 هو نفسه 2 زائد 1 على 5 هذه هي حقيقة 2 و1 على 5 ولإجراء عملية الطرح هنا علينا أن نطرح 2 و1 على 5 إذن حسب خاصية التوزيع سنطرح كل منهما إذن لدينا 5 زائد 5 على 8 ونقوم بإدخال إشارة السالب فتصبح ناقص 2 ناقص 1 على 5 علينا الآن إعادة ترتيب المسألة ونستطيع القول أن هذا هو نفسه سأقوم بكتابة هذا باللون البرتقالي هو نفسه 5 ناقص 2 5 ناقص 2 ثم لدينا 5 على 8 ناقص 1 على 5 هذا سهل 5 ناقص 2 يساوي 3 ولكن ما هو ناتج 5 على 8 ناقص 1 على 5 دعوني أفعل هذا هنا 5 على 8 ناقص 1 على 5 الآن عملية جمع الكسور تكون كعملية طرح الكسور فيجب أن يكون المقام موحد وثمانية وخمسة ليست مقامات موحدة إذن علينا أن نجد المضاعف المشترك الأصغر لهما فإذا بحثنا في عوامل العدد ثمانية 2 ضرب 4 4 يساوي 2 ضرب 2 إذن ثمانية عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 هكذا تصبح عندما نستخرج عواملها الأولية وخمسة لا يوجد لها إلا خمسة فإذن المضاعف المشترك الأصغر للثمانية وخمسة يجب أن يحتوي على خمسة واثنان ثلاث مرات أو بكلمات أخرى يجب أن يحتوي على خمسة ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 وهي تعطي نفس قيمة ثمانية ضرب خمسة إذن المضاعف المشترك الأصغر يجب أن يكون ولأن هذه الأعداد لا يوجد بينها عوامل المشتركة إلا الواحد إذن في المضاعف المشترك الأصغر سيكون ثمانية ضرب خمسة المضاعف المشترك الأصغر هو أربعين سيكون أربعين في المقام الآن لنذهب من ثمانية إلى أربعين علينا أن نضرب بخمسة وعلينا فعل نفس الشيء للبسط هذا يعني أننا يجب أن نضرب ثمانية ضرب خمسة ويساوي أربعين ونضرب البسط خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرون أي أننا نضرب بخمسة للبسط والمقام وللانتقال من خمسة إلى أربعين علينا أن نضرب بثمانية إذن علينا أن نفعل هذا للبسط أيضاً واحد ضرب ثمانية يساوي ثمانية فيصبح لدينا خمسة وعشرون على أربعين ناقص ثمانية على أربعين أي أنه لدينا أربعين في المقام وخمسة وعشرون ناقص ثمانية يساوي سبعة عشر إذن خمسة وعشرون على أربعين ناقص ثمانية على أربعين يساوي سبعة عشر على أربعين وسبعة عشر هي عدد صحيح ولا يملك أي عوامل مشتركة مع أربعين أو على الأقل أربعين لا تقبل القسمة على سبعة عشر فهذا الكسر يكون في أبسط صورة وهذه الثلاثة الصحيح والكسر سبعة عشر على أربعين إذن نقول بأن الناتج ثلاثة وسبعة عشر على أربعين ونجحنا في هذا وقد تمكننا من فصل هذه وحل المسألة بأسلوب مباشر لأنه في هذه الحالة الكسر الذي قمنا بترحوم من الكسر الآخر كان أصغر وإذا كان أكبر سيعمل على تشويشنا قليلا وربما سنحصل على إجابة سالبة ولن نتبكن من إتمام حل المسألة ولهذا السبب يكون أسهل أن ننتقل إلى كسر غير صحيح لكل منهما ولكن نجح الأسلوب في هذه المسألة